أهلاً بحضراتكم من جديد الفقر الأخيرة من حلقة الليلة والحقيقة الموضوع من الموضوعات الشيقة بالنسبة لي لوقات الجسد الإتيكيت، البروتوكول، التفاؤل، علاقته، الطاقة الإيجابية المنظومة اللي أنا بتكلم فيها أثناء الحلقات على استحياء بين ثانية الموضوعات وبشتغل كمصلح اجتماعي شوية على التربية والأسرة وابتسم تواجأ أخيك والابتسامة تؤدي إلى التفاؤل والتفاول أدى إلى الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية أدى إلى العمل خليني أروح بكل هذه الموضوعات وبشكل سريع إلى الأستاذة سارية الخير وهي مدربة سلوك اجتماعي ولغة الجسد خابرة إتيكيت وبروتوكول وباحثة في الظهور الاجتماعي أنا تقدر تقول لي أنت تكلم إزاي وتقدر تقول لي أنت تكلم وحش لأ طريقتك كذا تبدأ تهيأ الناس لإزاي يظهروا أمام شاشات التلفزيون سارية أهلا بك أهلا وسهلا، مساء الخير شكراً على التضافة الظهور الإعلامي الظهور الإعلامي، يعني أنا أنت دخلت علينا في الأول كنت أسلم على مطيف سبعك الدكتور إبراهيم وهو قال لي أنه أنت مسك الختام ففعلاً إن شاء الله يكون مسك الختام الله يخليك شكراً وخليني أقولك إحنا ما بين التعمد العمل وفق الإتيكيت والبروتوكولات وما بين التعامل بعفوية وأنا من أنصاب الدرس العفوية أنا أسمي نفسي فوضوي إلى حديث يعني أنا يبدو أن إحنا اتنين عكس بعض أو مش فيه تناقض لكن إنت إتيكيت والبروتوكول بتتكلمي بشكل بالشكة والسكينة زي ما بقول أنا أنا قاعد راجل قدامي أرب نظارة تكلم أزعى أقوم ممكن أطلع على الشاشة أزعى أزعى للجماعة نتقل أخر يعني بتكلم بحالة فوضى أنا بقول عفوية وبتعامل بطبيعتي زي الناس اللي بتفرغوا عليه إيه رأيك؟ أول شي بدي لك مين قالك إنه نحنا ضد بعض ومين قالك إنه أصلاً في بيناتنا يعني معاكسة أو عكس مثل ما بتقول لأنا من معاكسة في المصر وشي تاني بدي إليك يا أول الشي نحنا بالإتيكيت يعني نبتعت كل البعض عن التصنع بالعكس لما الإنسان بيهزب نفسه من جوا بتصير باي ديفولت أو من دون ما نشعر الأشياء كلية تطلع مرتبة حتى الفوضى تترتب هلأ حضرتك كإعلامي كبير ومحاور لا تقلي أفكارك مرتبة بغض النظر عن الفوضى المحيطة فيك إذن فيك جزء مرتب إذن فيك جزء من الإتيكيت وهالسلوك الاجتماعي وفيك جزء رائع من الظهور الإعلامي فليش عم تطرح على نفسك شغلات؟ وكمان هي بالعقل الباطن لما حضرتك بتقول عن نفسك أشياء بتصير وحتى لو ما كانت موجودة بتصير إذن لأ حضرتك مرتب بنات داخل باي ديفولت لما بدك تغيير اليوم حضرتك بتعرف شو بدك تلبس شو بدك تعمل مين بدك تحاول هذا ترتيب ولكن الفوضى المرتبة اللي هي أنت عارفان حضرتك وين حاطرت الألم حتى لو كان بمكانه غير الصحيح بالإتيكيت إذا بنقول لكن حضرتك عارفان وين أغراضك عارفان وين إذن عقلك مرتب أفكارك مرتبة طريقة طرحك مرتبة بعيدة كل البعد عن الفوضى إذن مين اللي صحة ومين اللي غلطها لا خلاص يبقى اللي بين صحة طيب خذيني أقولك أنه برضو فيه صراع تاني أو فيه معاكسة تانية بين التفاؤل وبين الناس اللي دايماً شايفين أمور السودة وسودوية وغيره فيه صراع ما بين صناعة الأمل وبين تجارة الأحباط خلينا أقول هذي الناس بالتاجر في الأحباط قاعد يقشر تاني قاعد مبتسم شايف كل حاجة حلوة خلينا أقول إزاي أعمق فكر التفاؤل ويكون تفاؤل إيجابي مش التفاؤل كاذب يعني أنا مش عايز أقولك الصورة وردية الصورة عظيمة جداً يا سلام على اللون النرجس والسوسط وقعد أغني لبو كرسوم وفي نفس الوقت فيه مصيبة عندي لأن عايز التفاؤل الحقيقي البناء عكس التشاؤم اللي بيؤدي إلى الإحباط بيؤدي إلى الناس بطريقة تشتغل إزاي أعمق دا وأحرد دا أنا كتير حبيت الحكي ولأنه أصلاً أنا جاهلة حتى إلك فيه تفاؤل الناس بتتصنعوا فبالتالي ما رح يزبط وفيه تفاؤل مبني على أسس من جوا بنقدر نشتغل عليها أول شيء العقل البشري عقل عظيم قد ما أنت حتى لو حاولت أول شيء تضحك عليه بالأخير لحيصدق ولحيشتغل على هالأساس شو هو كيف نوصل للتفاؤل الحقيقي وكيف نقول فيه شغلة اسمها باكج الثقة بالنفس أو كيف أنا بشتغل على الشخص اللي أمامي أو الشخص اللي بده يتحول ويتغير ويغير مسيرة حياته بالنهاية أنه أنا أخذ باكج الثقة بالنفس شو هي باكج الثقة بالنفس أني دائماً حاول تصنع حتى الابتسامة وابتسم ما بتعرف فيه مثل بيقول عنكم اضحك للدنيا تضحك لك هذا مو مثل جاية من لاشئ هذا مثل جاية لما انت بتتفاقل بالخير بتجده كمان هذا حديث كل الأشياء بتقول لك لما انت بدك تجذب الشي الصح حتلاقيه لما انت بدك تجذب الخير حتلاقيه لما انت بدك تجذب السعادة حتلاقيه كيف أول الشي باكج الثقة بالنفس هي الابتسامة وحكينا عنها بعدين أنك تكون واثق باللي أمامك كيف الواثق باللي أمامي بالشغل لحكسب إذا فيه مفاوضات لحكسب بالعمل الإزاعي لحكسب ولحقدر أخذ من ضيفي وحتى إذا استفزيته بيستفزه بأدب بيستفزه بطريقة حلوة بأخذ منه الصف الصحفي اللي بديها إذا أنا حتى مع حياتي اليومية بين أهلي بين ناسي إذا أنا حاولت فرجيهم قديش أنا واثقة من نفسي هون بحكي خليني يدخل شوي الاتيكيت الثقة بالنفس مو أني طلّة هيك كتافي وأني فرجي الناس أني أنا شايفة حالي أبدا هو التواضع والفكر الراقي لما أنا بحاول أشتغل أنا حالي من جوة لبرة لما نحاول فرجي الناس قديش أنا واثقة بالمعلومة اللي بقدمها بدي أحكي شوي كماني بالوطن العربي نحنا دائما نحمل شعار نعرف كل شي وهذا شي غلط فلما نحنا بنتخصص وبنحكي عن تخصصنا وبنحكي متل ما لازم نقدم أنفسنا صح هنلاقي حالنا بعيدين أو خلينا نقول قليلين الأخطاء وبالتالي لحنا نتميز وننجح ونجزه بالسعادة ونجزه بالتفاقل ونجزه بالعمل المتقن اللي حيطلع بالمجتمع أفتر أول أو بالنهاية بشكل أفضل ما رح نقول بالشكل اللي بيرفكت يعني هلأ بالمجتمعات المتطورة والمتقدمة يؤمنوا كتير بالاختصاص فبتلاقي مو من أنه من سنوي من قبل سنوي بيعملوا اختبارات هذا عقله رياضي هذا الرسام نحنا المشكلة كلياتنا بدنا دكاترا ومهندسين كلياتنا بدنا نتفوق بالدراسة فهذا لما نتفوق بالدراسة معناها نحنا نجحنا لا لما نتتقن عملك اليوم أنا قديش بيقدر يعيش من دون خبز الفران بالنسبة لي شخص أساسي بحياتي بيقدر يعيش من دون يعني الأشخاص اللي بيوصلوني الكهرباء المي الأشخاص اللي الله يعطيهم ألف عافية عامل النظافة أو مثل ما بيسموه باليابان مهندس النظافة مهندس النظافة باليابان وهو بياخد راتب عالي جدا يصل أحيانا لعشرة ألاف دولار لأنه بيعتبروه مثله مثل المهندس مثل الطبيب نحنا بالوطن العربي ما بنقدر الأشخاص اللي بيشبهونا بهذه الطريقة نحنا دائما بنعتبر أي حدا يعني للأسف بنحاول دائما نقلل من الآخر لننجح ما بننجح ونطلع للآخر بنجاحنا هاي كل ياتا مفردات نحنا لازم نتعود عليها لازم نطور أنفسنا لحتى نتقبل الآخر ونتقبل قديش نحنا ممكن أنه التيمورك يعني اليوم هلأ نحنا بمناسبة كأس العالم لك أنا ببتلم الهوة ما بخليك تحكي ولكن خليني أقول لك بمناسبة كأس العالم قديش نحنا كل ياتنا مجتمعين الوطن العربي والعالم وعمل نشجع وقديش مبسوطين بعمل الجماعي والتيمورك اللي هنا نحنا عم نشوفه بالطابق أو بالكورة مثل ما بتقوله كل ياتا مستفيل حواليها لو نحنا بناخد هذا المثال ونكبره على مجتمعاتنا بقدر عمل الفرام وبقدر عمل مهندس النظافة وبقدر عمل المعلم وبقدر عمل حتى المهندس والمحامي اللي آخذ من المجتمع حقه وبقدر لكل حدا قديش ممكن نحنا نشتغل تي مورك قديش نحنا ممكن ننهض بالمجتمع ونكون سعداء ونكون متفائلين كلمة واحدة حلوة في أثر البوتروفلاي ما بعرف إذا بتعرفه اللي هي أثر الفراشة لما بحكي كلمة حلوة لحضرتك وحضرتك بحكي كلمة حلوة لغيرك وغيرك وغيرك أثر الفراشة زبزبة الفراشة دي النظرية السياسية دي في الاستراتيجية شغال عليها بقالي أسبوع حتى الناس اللي في الاستوديو معايا تسيوا مني بتكلم على أقول عندما نشاهد زبزبة الفراشة في موسكو قد نجد فيضان في سان فرانسيسكو تحيط أنا ما ترجمتش نظرية زبزبة الفراشة على الجانب الآخر لصناعة السعادة وأنه ابتسامة تؤدي إلى ضحكة تؤدي إلى فرح فرح يؤدي إلى طاقة إيجابية طاقة الإيجابية يؤدي إلى إنجاز عظيم أنا يعني كيف نستخدم ما لدينا من معارف إنه إحنا نقمق فكرة الطاقة الإيجابية نقمق فكرة طاقة الإيجابية بإتقان عملنا نبدأ من أنفسنا عن جد كلمة بدأت من نفسك من بيتك من طفلك من أمك من أبوك من الوالدة يعنيو الوالد لا أجمك لأن احنا في سوريا بنقولها عادي قد انك تشفي مصر لا ما هي مصر بدا أمي أم الدنيا والله أنا سعيدة جدا أصلا إني أنا موجودة فاللي بدي يقوله كلمة نحنا بدينا من جواتنا وطلعنا ونبدأ بأنفسنا حتى بالإتيكات حتى بالشغلات اللي كتير بيحكوا فيي أنه طبعا الإتيكات هو أبوبة شوكة وسكينة طب سريع أنت دخلت علي إيه الأول وهلا كده ما عجبتنيش بيشو في كل حاجة أنا أمت دخلت على سلمت على ضيفي وحديك دخلتي سلمت عليكي وتفضلي وقعدت وقعدت أتكلم مع الناس زميلي وعملت كذا وبسرعة ونطلعهم هل في حاجة مخالف الإتيكات لا لا بالعكس كانت كتير جميل جدا من حضرتك كأقامة وك يعني يعني متمرس وخبرة بالإعلام حضرتك أمت وسلمت على ضيفك وطلعته وكمان استقبلتني بالطريقة الجميلة بالعكس كتير حلو وأنا بالعكس حاب بالقوة والألوان الحمرة بالاستيديو هي لون قوي لون باورفل كتير الأحمر أو يعني هو اختياراتنا لا حقلك وطافيه بالأزرق كمان الأزرق كمان بيعطي لون الراحة فأنت عامل مثل أنه نحن أقوية ونحن بنفس الوقت جايين بسلام وجايين بألوان حلوة الظهور الإعلامي هو مو بس أنا وأنت الظهور الإعلامي هو الاستيديو نفسه هو الألوان اللي ممكن نلبسها هو الباكراوند اللي يتطابع مع اللي أنا لابسته هو طريقة عادتنا هو المساحة إذا بنا نقول الانظيفة يعني الكلير مو الانظيفة بمعنى أنه مفهوم الكلير مثلا ما فيش هذا بيعطي طاقة للضيف اللي جاي بيعطي راحة للضيف اللي جاي كل هدول الشغلات وأكتر يعني أنا الحمد لله لما نشفتها وكتير يعني مبسوطة بمدينة الإنتاج زائما عمشوف هاي الراحة النفسية الحلوة بتحلم المواطن العربي اللي وصفناه ما بعرفش من العام الجماعي ما بعرفش إضحك مورش تفائل ممكن ننقله إزاي من مكان غير واقع والواقع بتاعه من حالة إلى حالة أبدأ إزاي؟ صراحة نبدأ بالمدارس المدارس هي المفتاح لرقي وتمدن الشعوب إذا نحنا بدنا نشتغل عليها صح مدارس الطفل نحنا عنا بإدينا جواهر عنا بين إدينا أنا يعني شفت مبارح بالأخبار مليون نسمة زادت مصر خلال هاي السنة أكتر أدقهم رقم مهول أكتر أكيد رقم أنا بصراحة أرايبي بدوني أخدوني على السكويل لذوقتي جيت على الجرحة وعايزيني أسيبك وامشي لأنه موضوع زلل سكنية أكمل البرنامج مع حدث ده موضوع زلل سكنية موضوع مؤلم جدا بالنسبة لنا لأنه الثقافة إنه الخلفة الزيادة ده عزوة ده إلى آخيره وده طبعا العالم مش بيفكر بغي الشكل خليني النوء مش الكيف مش الكامل قد لا يعني يسمح لي أنه كوني أنا بس أنا حعتبر حالي مصرية لأني عربية ولأنه مصر أم الدنيا أنا بحس إنه لو يعني يكون في حد من المسل ليش لأنه مثلا باليابان عندهم بس ولدين وبالصين ولد واحد مسموح والولدين لازم يكون بموافق معنا نقول ولدين معنا نقول ولد واحد معدنا مبادرة سماء أتين كفاية مو مبادرة قانون قانون يعني في فرق أنا عم بحكي أنا عم بحكي كده بل أنا توافقهو أنا مع القانون إذن أنت مرتب لابد من القانون طبعا وبقول دايما الوعظ في هذه الأمور لا يكفي صحيح هذا اللي بدي أحكيه ليش؟ التجربة هي اللي بتبرهم بعدين الحرية بالاختيار يعني قانون تفضلوا شوفوا بعد ما عملنا القانون شو صار بالشعوب شوفوا كيف تطورت الأمور كيف ساوينا الموضوع بأحسن حال بعض القانون لكم حرية الاختيار بعد عشر سنين عشرين سنة لكم حرية الاختيار بتلاقي الشعب المصري أو الشعب العربي بشكل عام تحسنت معيشته تحسنت الطرق اللي عم يعيش فيها تحسنت المدارس العدد صار مو مكتد صار المدرس بدلا ما يدرس ستين طالب بالفصل يدرس أربعين وبعدين يدرس ثلاثين الاستيعاب بيزيد القدرة على كل شيء كل شيء المترو البساط كل اللي ياته بتتغير خلينا نعمل خطة عشرين سنة بس طيب خليني أروح معاك لنقطة تاني من القات اللي أنا بحباها جدا جدا وهي قراءة لغة الجاسعة يلا دايما إحنا منهمكين فيه الراجل الزعيم الفلاني كان رفع يده لمين لا كان رفع لشمال لكن بيبصر كذا لكن مغمض عينه كان بيعمل كذا كان بتعركة إزاي بتقريها حسب الحالة يعني اليوم إذا حالة تحرب اللون بأسر طريقة الحكية بتأسر الرشفة بالصوت بتأسر طريقة الإيماء بتأسر هلأ أنت مثلا حضرتك مرتاح معي بالحديث لأنك أنت مو لو أنت مو مرتاحك أنت رجعت لوراء ساري أنا بدي أقل لك على شغال هذا في فكرة أنت هيك يعني منصد يعني أنت عاجبك فكري أنا هيك بحلل الأشخاص ومن هنا بنحلل كمان سياسيين أفكرا هذا جزء كتير مهم بالتشريفات والبروتوكول إنه يكون الواحد داري بالشخص اللي جاي لعنده داري كيف يكون هو مستمتع عم ينزح عم يضحك ممكن كتير تلاقي الشخص اللي نحنا مستقبلينه من الزعماء أو مستقبلينه من الرؤساء هيكي مجرد ما هو مبتسم إذن هاي تك إشارة اللي بعده بنتحاول دائما ننتبه على طريقة قعدته طريقة وافته إيماته إيماته براسك يعني أنت موافق حتى لو ما فكل هاي الشغلات لازم دائما الإنسان قدر الإمكان حتى لو ما درسه يقرأ عنها كتير مفيدة بتفيد بالشغل بالمفاوضات بتفيد بالشغل إذا كان موضوع بروتوكوله سياسي بتفيد بالشغل إذا كان طبيب تخيلوا الطبيب كيف لما بيقرأ لغة جسد مريضه والعائلة اللي هي حوالي الآنين كيف ممكن تطمّنهم أحيانا من دون حد تغييرت نظرته من غير ما يتكلم من دون ما يتكلم يعني ممكن هو بده يقولهم طولوا بالك حتى نحنا من ننتبه طولوا بالك على الله ما بعرف شو هذا الحاج هذا لغة جسد نحنا مفاكرينا أنه يعني نحنا هيك تربينا ما منعرف أنه هي لغة جسد هاي لغة مؤثرة اليوم إذا أنت بتعمل هيك أنت اخترقت منطقته اخترقت الببل لما تخترق معناها أنت قادر بتعطيل أمان لما أنت بتعطيل أمان كثير شغلات يعني بتمنى أنه المشاهد لو هيك جزء من حياته يعطيها شوي لقراءة لغة الجسد هتفرق معه كثير حتى أنا بنتبه مثلا هلأ لو حضرتك رجعت لورا هيك وقلت لي بعرف أنه الموضوع صار فيه ملل تغير تبدل تبدل يعني بأخذ الريقشب بتاعك وابدأ أتعامل معه بشكل يغير حتى حضرتك إذا بنا نحكي بالظهور الإعلامي كان عندك ضيف وحسيته بلا شيء كي يعصب أو يمسك إيديه أو يفرق بإيديه معنى أنت إذا حابب تكمل استفلازه فأنت نجحت وإذا أنت حابب أنه الضيف يستمر بهدوء بتغير الحديث كل ياته مفيدة كل شيء ممكن للإنسان هلأ أنا بصراحة أؤمن بكل شيء مفيد للإنسان حتى الضحكة اليوم أنا إذا ناوية أتعلم كل يوم بتعلم كل يوم في الصبح وأنا بينيسي بدي أتعلم على فكرة هذا أكتر شيء ممكن يفيد الشخص وممكن يبني مجتمعات أنا أحس أني بكل يوم لازم أتعلم جديد لازم أتعلم شيء لازم أتعلم من قاعدتي مع رفاقتي لازم أتعلم مع قاعدتي مع حضرتك لازم أتعلم من وجودي بنبثل من العام للخاص من الخاص للعام شو ما أطلع تحت إيدي وشو ما كان موجود بقدر أشتغل عليه وبقدر أستفيد منه مجرد ما حطيت بعائلي إنه أنا ناوية الإفادة حاستفيد طيب خليني أقول لك أنتو في الوقت خلص خلص لكن لكن أنت أجيتي مصر آخر مرة إمتها لا أجيتها وقت الثور يعني من عشر سنين تلاتي طيب من عشر سنين كيفها وكيفها الحقيقة أول شي بدي أحكي عن مصر وروحة شو هالجمال وشو هالروحة اللي موجودة اللي ما بتتغيير لا بحروب ولا بتعب ولا بشقاء إذا بدي أحكي هذا الشي موجود بجمال مطبيعي شغلة التانية اللي بدي أحكيها كتير مبسوطة من الثورة اللي عم تصير بالعمران بالمترياد يعني عم نحكي عن مطاقش أنا ورفيئتي كانت يعني متململة قليلا يعني إنه شو هادو طرقات هيك هادو مؤلك هادو لأولادك الله الله شوفي هاي النظرة المستقبلية للأمور ومبسطة باللحظة والآن مبسطة إنه إذا أنا اللي تعثرت فيه ولادي ما حيتعتروا فيه وأنا بدي أحكي شغلة كل ما حدا يستضيفني كل ما حدا بيسألني بدي أحكي شغلة رائعة جدا دمعتلي عيوني هالشعب المصري الرائع إحنا أنا ورفيئتي على الهرم فأنا عم تقول لأ رفيئتي عم تقول له للحارس عم تقول له نحن اثنين مصريين وحدة سورية ألا يعني ثلاثة مصريين شو هالجواب شو هالجواب الحلو شو هالجواب اللي يعني بيقدر يقول سعرها نفس السعر أو وبعدين هذا معناها في توجيه من الحكومة مو بس إن الموضوع بس شعب نحن طول عملنا النسيج واحد وشعب واحد ومبسوطين مع بعض دولة واحدة يعني كنا دولة واحدة أيوة والله ولستاتنا بإذن الله نحن دائما هذا النسيج الحلو اللي بيناتنا يعني ما بتفرق لا سنين ولا حروب ولا أشياء ولا إن شاء الله تعرفي سريع إنه في مصر عندنا الجيش التاني والثالث الميداني ما عندناش الجيش الأول تعرفها ليه؟ الجيش الأولى وجيش سوري يا سلام بالوقتي في مصر يا سلام أنا بشكري جدا شرفتيني وإن شاء الله على أمل إن احنا هنلتقي بالتأكيد مجددا إن شاء الله في حوارات يعني معمقة حول لغة الجاسد والسياسيين إن شاء الله بإذن الله الظهور الإعلامي وأنا بشكرك جدا على تشريفك اللي هي النهاردة في برنامج سارية الخير شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك انتهى وقت الحلقة دم دم في أمان الله